ايران في مرمى عقوبات اوروبية محتملة خيث ادنى الاتحاد اوروبي قيام تهران بامداد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في الحرب على اوكرانيا دول التكتل الاوروبي تعهدت في بيان مشترك بفرض عقوبات جديدة ضد ايران معتبرة ان تزويدها موسكو بمثل تلك الصواريخ تهديد مباشر للامن الاوروبي البيان وصف ما يجري من جانب الدولة الايرانية بانه تصعيد كبير مقارنة بما كانت ترسله الى موسكو من دخيلة اطائرات مسيّرة لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي حذر التهران مرارا من المضي قدما في هذه الخطوة مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الامنية في الاتحاد الاوروبي جوزي بوريل اكد ان دول الاتحاد تدرس فرض اجراءات تقييدية على قطاع الطيران في ايران بوريل اوضح في تصريحاته ان رد دول التكتل يتضمن تدابير جديدة تستهدف افرادا وكيانات مشاركة في برنامج تهران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة العقوبات الاوروبية المحتملة على ايران تأتي للرد على التقارب الايراني مع روسيا من جهة فضلا عن استمرارها في برنامجها النووي المثير للجدل من جهة اخرى وايضا لسياساتها في الشرق الاوسط والتي يرى الغرب فيها تقويضا لاستقرار المنطقة من جهة ثالثة في المقابل نفت حكومة تهران بشدة الاتهامات اوروبية والامريكية المتعلقة بالصواريخ مثل ما نفت من قبل امداد روسيا بطائرات مشايرة قتالية وبغض الناظر عن النفي فان قيادة الايرانية ترد على المواقف الغربية بمزيد من التقارب مع روسيا والصين الامر الذي يزيد من حافظة الاتحاد اوروبي ويزيد من التوترات بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر